السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم وصفة جديدة وفيديو جديد سنشارك معكم ميني بطبوط في الآلة البانيني بدون مقلات كي يجي رائع وكي يجي خفيف وكذلك ممكن أنك تدريها بحشوات مختلفة كنتمنى هذا الفيديو هنا الإعجاب ديالكم معلكم إلا تتابعوا الفيديو باشتعرفوا على مقادر وطريقة التحضير وبالنسبة للمكونات نحتاج هنا ثلاثة ديال كؤوس ديال الدقيق الأبيض اللي يكون نوعية جيدة ونحتاج كأس ديال الساميد ناعم أو السميدة الرقيقة اللي كنديروا بيها الحرشة نحتاج كأس ديال الماء اللي نضيف على القياس اللي بغيت وكأس ديال الحليب اللي نضيفه كامل خميرة فورية ملعقة صغيرة ديال السكر وقبصة ديال الملح ونحتاج ملعقة ديال الزبدة هدو هم المكونات اللي غنستعملهم في هاد الوصفة غدي ناخد هاد المكونات غنديرهم في الإناء اللي غدي نعجن فيه اللي بغى كمية أكبر ممكن أنه يضاعف المقادر وهنا غنضيف الكأس ديال الساميد ناعم أو السميدة الرقيقة غنضيف السكر الملح والخميرة ديال الخبز والخميرة ديال الخبز كتبقى على حسب الوقت أو على حسب الجو ممكن أنكم تديروا كمية كبيرة إلا كانت الجو بارد أو اللي كنتم زروبين وممكن أنكم تديروا مياه خمروا على خاطرهم ونضيف هنا ملعقة ديال الزبدة وكذلك الحليب اللي يكون دافي لنضيف الماء تدريجيا حتى نحصل على عجين يكون شوية أرتب ما يكونش خفيف وكذلك ما يكونش العاجين قاصح بزاف باش يجيونا هاد الميني بطبوت خفيف وزويل ونجمع العاجين ونحاول أن ندلكها واحد شوية يعني هناك الكأس كامل في العاجين تبقى منه تقريبا 1 ربع كأس ونغطيها ونخليها حتى يتضاعف الحجم ديالها ومن بعد مما خمرات كما تشوفوا طلعات العجينة وخلي تحت تخمرات مزيان مزيان باش كيجيهم هويين ويجيوزوينين هنا غدي نحيد هذا الهواء اللي كين في العاجين وغدي نحاول أنني نشكلها وغيرات يكونوا متساويين ويكونوا صغير ورين الحجم ديالهم راه اللي بغى حجم كبير يقدر يديروا ولكن أنا بغيت هنا ميني بطبوط صغير اللي غدي نعمره وغدي نشكلهم كيف مما تشوفوا كويرات يكونوا متساويين تقريبا وغدي نحطهم جانبا ونخليهم حتى شوية يرتاحوا غير يرتاحوا شوية ما نخليهم حتى يخمروا غير يرتاحوا ندوز نوجد هاد الحشوة هاد الحشوة غنديرها باردة وسهلة غنحتاج هنا الطون وغنحتاج الفروماج والطون خيز اللي محكوك وقطعتها قطعة صغيرة وقليتها وغدي نحتاج شوية ديال مايونيز اللي غنجمع به هاد الخالط وهنا الحشو كيبقى اختياري ممكن انكم تديروا الكفتاء او لا تديك رومي ممكن تديروا اي حشوة متوفرة عندكم حتى المورتادلة او الكاشير تقدروا تديروا البيض مسلوق وتحكوه انا درت معاكم هاد الحشوة كاقتراح فقط وغدي نحطها جانبا وغدي ندوز باش نبدأ نطيب هاد الميني بطبوت غنناخد هنا زيت المائدة عادية وغدي ندهن بها هاد الالة ديال البانيني ندهنها بالزيت باش مكيل تسقوش وكذلك كتعطيني وحد اللون زوين من فوق من هاد الميني بطبوت وغدي نستفهم بها الطريقة وغدي نحبطها عليهم هكا باش كي يتضغطو يعني وكي تقرسو وكي يوليو فيهم هادوك الخطوط اللي كتعطيهم شكل زوين وكي نخليهم حتى كيتحمرو كيف مما كتشوفو ساهلينو ما كيلسقوش شوفو شكل ديالو مكيفيش كي يزوين غدي نحيد هاد الالدفع الاولى وغدي نعاود ندير بنفس الطريقة كويرات ثانيين غير هي هاد الكويرات الاخرين كتخلوهم مغطين يعني هي اما بشي سربيتة او اللي شي بلاستيك غدائي هكا باش ما كي يوليوش واحد القشرة من فوق منهم ودائما بلنا كل وحدين ندير شوية ديال زيت وكانت هادي هي الطريقة ديال الطهي ديالهم كالجيزوين او ساهلة كان هاده هو شكلهم من بعد ما كملت الكيمية كاملة اللي عندي احناك نعتادر شوية على الإضاءة غدي نحلهم وغدي نعمرهم من الوسط شوية ديال الخص والحشوة اللي درت معاكم كيفاش كي يجيو من الداخل وكي يجيو ساهلين وصراعين غدي ندير هنا شوية ديال الخص وندير شوية ديال الحشو ومن الفوق قدي ندير زيتونة في الأسود وكانت هادي هي الوصفة ديالنا ديال اليوم كانت منها تكون نالت الإعجاب ديالكم وتجربوها بإذن الله وإلى عجباتكم ما تبخلوش اللينا باللايكات ديالكم وبتعاليكم وكذلك بالبرتاج ديال الفيديوهات مع الأحباب والأصدقاء ديالكم ومن هنا كنقول لكم شكرا على المشاهدة ديالكم وشكرا على الدعم ديالكم المتواصل إلى فيديو قادم وإلى وصفة قادمة بإذن الله موسيقى 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 اشتركوا في القناة